قد لا يكفي المواطن اللبناني لهيب حر الصيف حتى تكويه أسعار السلع المستهلكة وبخاصة في المطاعم فزيارة سريعة لأحد المقاهي تكفي لتبيان الأسعار الخيالية إذ يبدو أن شح الماء في لبنان أدى إلى رفع سعر عبوة المياه الصغيرة التي تشتريها عادة بـ 500 ليرة لبنانية إلى 3 250 ليرة في المقهى هذا فضلا عن التسعيرة المضخمة لصحن صغير من اللوز أو الجزر هذا الواقع يخرج إلى العنن يوما بعد آخر بعد جملة من الشكاوى يرفعها المواطن عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذ تداول ناشطون صورة هذه الفاتورة مرفقة بتعليق يختصر الواقع الاقتصادي التعيس واللافت فيها بعيدا من المجموع تسعيرة البطيخ والشمام البلغة 225 ألف ليرة لبنانية أنا أجار محلي 750 ألف دولار بالسنة وعندي حوالي 70 شغيل 80 شغيل عم يخدم العالم كل يوم محاطة 500 دولار مزود لدور المكيف لأنه ما في كهرباء ومحاطة مكيف وقاعدين ومبسوطين وإذا بتشوفيهم كيف كانوا عم يحكوا مبسوطين وهم معلمات لازم يكون يعني شو بدي قلك واحد بدي يقعد بكفة مرتبة وعى البحر ومكيفة وأربع ساعات لو واحد بالطريق واقف أربع ساعات طلب مايه بيطلع عليه أكتر من عشرين ألف نحن لا ظلمون وإذا ظلمون نحن مستعدين كإدارة نتقبل أي شك وزبون بس زبون لما بدي يروح يشهر وبعد ساعتين ثلاثة بيجي بطالب كل واحد بيطالب الفاتورة رجع لي الفاتورة وعطيني الفاتورة وخصم ليهاي وأنا مرتي ما أخدتهاي وهذا ما أخد هيدا وللمقارنة قصدت كاميرا الجديد سوقا للخضار في جولة على الأسعار بميتين وخمسة وعشر ألف كم بطيخة وشمامة بيطلع لي طلع لك شي خمسة عشر بطيخة وبيطلع لك شي عشر شمامات وفينا نتأكد لك مية بالمية هلأ قديش حقهم بالزبط هيدا عشرة كيلو بطيخ بيطلع حقها عشر تلاف هيدا الجات البطيخ والشمامة اللي حدرته لكم شخص هذا تقريبا لعشرين شخص وأكتر كمان عشرين للخمسة عشر شخص أديش كلفته يعني تقريبا شي ستعشر ألف الشمامة حقها بحدود الخمسة والبطيخة سبعة اتنعشر ألف وأجار صحن ناخد نحن أجار صحن تقطيع يعني أجار ايدنا خمس تلاف بيصيروا كلهم سبتعشر ألف كلهم القانون اللبناني يجيز الربحة في السلعة بالقيمة المناسبة للبائع شرط أن تكون الأسعار معلنة للمستهلك ليبقى على المواطن أن يتنبه إلى سعر السلعة قبل استهلاكها لأن القانون لا يحمي المغفلين وليبتعد اللبناني عن المثل القائل كل أين تأكل وماذا تلبس أقول لك من أنت جوال الحاج موسى قناة الجديد